حضرتك يعني ذكرتي أكتر من مرة كلمة التلي وفن التلي إيه هو بسيطة؟ هقول لحضرتك حاجة أنا في كتابي اكتشفت وانا بدرس إن أصله مش تلي هو طلي لإن هو قمش فيه طلي مطلي بمعدن يا دهب يا فضة فهو طلي إحنا اللي غيرناه خليناه تلي لكن أصلا هي كلمة موجود في مراجع للمسعودي من أواقل القرن التاسع وأواقل القرن العاشر فمعناه إن هو شيء وإسم عربي فنشأ تحت الخلافة الإسلامية في بعض الناس يقول لك فرعوني طب اثبتولي أي شيء حديك عارفها وحديك عندك دكتوراه وعارف يعني إيدي رأسها أما أقول لنا حاجة فرعوني لازم أجيب أصولها لكن ما أقولش كلمتين فإن المعدن كانوا بيستعمل وقت الفرعنة آه بس مش بهذه الطريقة ممكن بس لو فيه ورهالي أنا عارفة إن اسمه طالية معناها إن اسمه عربي فالطالية ده أنا في تصوري كان موجود في كل البلاد اللي تحت الحكم القلفاء العباسيين ثم بعد كده فمص الدولة الفاطمية والدولة الأيوبية والمماليك ففضل استمر عشان كده تواجد لكن هو تسمى تالي أنا رأيي لإن مع الحكم العثماني الطه مش موجودة في الكتب في الأبجادية التركية فأول محاديك عارفة إن هم غيروا كل الدوابين بقت كتب باللغة التركية وبقت اللغة الرسمية للدولة فأنا رأيي عشان كده اختلف بدل ما يبقى طالي بقى تالي النقط اختلف إن الجبارتي كتبها بالت قبل كده المسعوجي كتبها بالطه هو موجود لغاية دلوقتي وأعتقد إنه يعني يعني بيعرض للبيع وبيعرض بأسعار غالية جدا بس عايزة أقول لك حاجة أولاً اللي موجود أنا رأيي مع الأسف ما تعملوش دراسة كويسة واللي تعمل اللي يحصل في مصر مصر بلد تعرضت لهاجات حاجات كتيرة قوي حضارياً وثقافياً منها مثلاً فأواغن قارن 19 لما اكتشفوا إن في بلد اسمها مصر من بعد الغزو الفرنسي واهتمام بريطانيا بمصر فحصل إن كان في المعارض الدولية في شيكاغو في لندن في باريس وكانوا بالذات في شيكاغو في 1293 عملوا حاجة اسمها شجعوا المستثمرين المصريين إنه يعملوا حاجة اسمها كايرو ستريت فواضح إن نكلموا كل الناس اللي بتعمل وبتنتج أشياء في مصر فرح بعض الناس اللي كانت بتشتغل بالتلي ووقتيها كانت ابتدت الأنسجة الحديثة فأخدوا الطل قبل كده كان الفستان الطلي أو الطلي ما بيتعملش على الطل الطل ده نسيج أوروباوي كان فيه قماش خفيف لكن ما كانش الطل وابتدوا يعملوا عشان يبيعوهم أنا رأي شلان مش فستان واللي وصل لشيكاغو شلان وأنا رأي من وقتها انتشرت الشلان على التولي اللي هو على الطل اللي هو السهل اللي يتعمل قبل كده كان بيتعمل على قماش مصمط أو برضو فتحات ومش سهلة فكانوا بيعملوا ناس محترفة ناس أصلهم محترفين وكان مهنة يعني لها رونق وليها أسات ذاتها لما بيتدوا يحضروا للمعارس زي ما بيحصل جابوا قماش سهل وجابوا أطفال وقالوا لهم اعملوا انقلوا فبقوا عاملين الشلان اللي هديك بتشوفها في كل حيات قالوا عليها عرايس وجمال وحاجات كلها بسيطة كده وشكلها بدائية ان الأصل الأجيم اختفى تماما وصناعية الأدام حل محلهم الأطفال وده موجود في مراجع الغرب ان الناس مثلا جاية في مرس في أواقع قرنة 19 ويقولك وروحنا على السيوت اللي بيشتغلوا فيه البنات واحنا عادينا على المركم لأن البنات الزغيرين كلهم عادينا بيشتغلوا على الشلان لأ بس قبل كده كان فيه ملابس قيمة جدا وصعبة جدا تتنعمل كان لازم حد محترف فحصل النقلة دي ان مرات المنتج السياحي والاقتصادي ممكن يدر بجودة المنتج المحلي الحقيقي اللي بتعملي مساومات بتقليلي الجودة زي ما حصل في النحاس وبيتاجي سعر حيقل بيتاجي الإقبال أكتر حديدك شوفي اللي بيتعامل في شغل الصدف النهاردة في أسواقنا واللي كان بيتعامل في المتاحف عشان نشجع الانتاج فأول حاجة اللي يعملها هي الرجوع إلى الأصول ترجمة نانسي قنقر